ضمن المرحلة 28 من قوافل ستر وعافية اطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قافلته لأهالي قرية القباج الغربي بمحافظة الاقصر لتقدم خدمتها لما يزيد عن 15 الف مواطن حتى هذه المبادرة من ضمن تكلفات ستر الرئيس للأيهات والمؤسسات لعمل الاتفاق الثاتي للمواطن المصري ومدى احتياجاته من امور صحية وامور مواطن الوسائية وما يحتاج له وكساء الشتاء القافلة التي شارك في اعدادها وتنظيمها 17 كيانا من كيانات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ضمت حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين شاميرت قافلة طبية بتخصصات متنوعة للكشف وتقديم العلاج والمتابعة وقياس الضغط والسكر والنظارات الطبية كذلك تركيب الاجهزة التعويضية وتقديم خدمات تنظيم الاسرة والتوعية بالصحة الانجابية قافلة دي مميزة في انها بتقدم حدمات متنوعة لمواطنين محافظة اللوصر بالزاد في منطقة او في نجح النباح الغربي يعني احنا عندنا بتضم قافلة طبية بتقدم التخصصات الطبية المختلفة لمتنوعة اذا كان بطنك راح اطفال نساء مسائلك كل التخصصات موجودة عندنا قافلة اجتماعية بتقدم الخدمات الاجتماعية من كلاسي متحركة من اجهزة تعوضية واعتقد انها قافلة متكملة وتخدم جميع المواطنين بتقدم الحقوصات والتحديد والعلاق طبعا اكيد بنوفره ولتخفيف العبء عن كاهل البسطة تضمنت القافلة حملة طرق الابواب لتوزيع المواد الغذائية وضمن النشاط التوعوي تم اقامة كرنفالا للاطفال ومصرح للعرائف كما شاملت القافلة المساعدة في فك الكربي عددا من الغارمين والغارمات ونشر فقافة التطوع ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع من خلال الخفلة دي بنقدم عدة خدمات متمثلة في مؤسس ناصر الخير بتقدم عدد انشطة اللي هو تسليم مشروعات توليد الدخل وده عبارة عن مكان خياطة بالاقماشة اللي هي بتبقى موجودة معاه بالاضافة ان احنا بنستقبل طلبات التمكين الاقتصادي فيه عند الجارمين بنعمل توعية للغرب واضراره وان احنا زينا تلفاء وفيه عندنا كمان بنستقبل حالات الجارمين عشان نحلها بالاضافة ان احنا بنوزع بنزام فرق الابواب في المنازل على عدد 200 بطنية وعدد 100 كارتونة موات جزائية تأتي قافلة محافظة الاقصر وغيرها من المحافظات دعما للفئات الاولى بالرعاية والاكثر استحقاقا وفقا لخطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي للتخفيف من حدة الاثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات سوزان مصطفى النيل للاخبار اشتركوا في القناة